اشتركوا في القناة من التزام بالاجراءات الاحترازية والتقيد بالسلوكيات الصحية خلال الفترة الماضية والتي كان لها بالغ الاثر على الوضع المستجد اوضحت البيانات الاخيرة ان مدة الوقت المستغرق لمضاعفة اجمالي الحالات بمملكة البحرين بلغت 21 يوما حتى تاريخ 19 يونيو ولم يحدث تضاعف لاحق حتى اليوم اي بعد مضي 18 يوم من تاريخه تعكس ارقام هذا المؤشر التزام المواطنين والوافدين بالاجراءات الاحترازية والسلوكيات الصحية والتي نتمنى مواصلتها بكل عزم يتم النظر ايضا في عدد حالات التعافي مقارنة بعدد الحالات القائمة الجديدة حيث انه من الممكن ان تكون بدرجة واحد لواحد في الاسبوعين الماضيين تراوحت نسبة الحالات القائمة مقابل الحالات المتعافية ما بين 0.6 الى 1.4 حالة جديدة لكل حالة متعافية بمتوسط 1.2 فاصل 6 تعني ان لكل مئة حالة تعافي هناك 60 حالة اصابة اما 1.4 تعني ان لكل مئة حالة تعافي هناك 140 حالة اصابة احد المعايير الاساسية ايضا هي نسبة النتائج الايجابية اي الحالات القائمة من اجمالي عدد الفحوصات حيث يجب ان لا تتجاوز نسبة الفحوصات الايجابية اكثر من 5% من العدد الكل لفحوصات اليوم تشير الارقام الى انه في الاسبوعين الماضيين تراوحت نسبة الفحوصات الايجابية من العدد الكلي للفحوصات في المملكة ما بين 4.3% إلى 10% بمتوسط حوالي 6.5% في الأسبوعين الماضيين تراوح معدل التكاثر الفوري في مملكة البحرين ما بين 1.1 إلى 1.4 مما يدل على انخفاب ملحوظ عن المعدل السابق للفترة من 1 إلى 14 يونيو حيث كان المعدل حان ذاك تراوح بين 1.3 إلى 1.8